الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة كريم رسول الله لكن الله أكرمه فهل فقير بين الكريمين يحرمه أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد في ختام أيام العيد عيد الأطحى المبارك في رابع أيام العيد مع كوكبة من علماء مصر الأجلاء أهلا وسهلا بكم في ملتقى العيد واليوم أستضيف أحبابي وأعزائي وأصدقائي وأشياخي من رجالات الأزهر الشريف وكما قال ربنا تبارك وتعالى ختامه مسك يطيب لي اليوم أن أستضيف الطفل المهجزة هذا الشيخ الجميل الجليل فضيلة الشيخ الصغير الكبير في المقام عبد الرازق الشهاوي أهلا وسهلا عبد الرازق شرفتنا ونورتنا قارئا للقرآن الكريم ومبتهلا في مبح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يطيب لي أيضا أن أستضيف معي في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور هشام السعداني أستاذ الفقر المقارن بجامعة الأزهر الشريف أهلا وسهلا أستاذنا شرفتنا ونورتنا كل عام أنتم بخير وأطيب لي أيضا أن أستضيف شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ الجليل الوقور يسري عزام أحد علماء الدعوة وشباب الدعوة المتألقين بمدينة المحلة الكبرى ومن علماء وزارة الأوقاف المصرية أهلا وسهلا مولانا شرفتنا ونورتنا كل عام أنتم جميعا بكل الخير اليوم وفي ختام أيام العيد سنتكلم عن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكننا سنبدأ هذا اللقاء الماتع بأمر الله تبارك وتعالى بخير كلام أنزل على خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم ألا وهو القرآن الكريم نستمع إليه من قارئنا القليل الشيخ عبد الرازق الشهاوي فليتفضل مشكور فضل يا مولانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيهِ أَحْسَنْ إِنَّ رَبَّكَ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَذِينَ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيهِ أَحْسَنْ إِنَّ رَبَّكَ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَذِينَ وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقَبَتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَعْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَئِنْ صَبَعْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَصْبِرُ وَمَا صَبَعُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَصْبِرْ وَمَا صَبَعُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينَ بارك الله فيك عام الشيخ يعني بارك الله فيك وفي من رباك وفي من علمك فضيلة الشيخ الجليل الصغير الكبير مقاما لكنه صغير في السن أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره ببركة القرآن العظيم الشيخ عبد الرازق أشرف الشهاوي ذلكم العلم الذي قادم بإذن الله تبارك وتعالى بصراحة يعني إن كان قد أبكى وجداني ونبضات وجداني تحركت معه وأبكى أعماق قلبي إلا أنه يعني أسعدني بأن المستقبل قادم لشباب مصر ولأبناء مصر العامرة بأهلات بارك وتعالى بارك الله أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أبيه وأمه وأن يبارك في شيخه وكل من علمه حرفا من القرآن الكريم بارك الله فيك الشيخ عبد الرازق كل سنة وانت طيب شرفتنا ونورتنا أعزائنا المشاهدين يعني هذا نموذك طيب أردت أن أختتم به اللقاءات في لقاء العيد وفي حدثنا في ملتقى العيد واليوم أختتم بمسك الختام الحديث عن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني سعادتي غامرة لأنني أجلس بين ضيفين عزيزين غاليين هما أتعلم منهما الكثير والكثير تقابلت معهما مرات قليلة إلا أن أصبح لهما في القلب مكانة ومكان أبدأ بالحديث مع أستاذنا الدكتور هشام السعداني أستاذ الفق المقارن بجامعة الأزهر الشريف سؤال يا مولانا ما معنى المحبة يعني حضرتك لما نقول للناس تحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحب لله رب العالمين أحمده تعالى وحق لأن أحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم على المذهب الأحمد اللهم صلى على سيدنا محمد الذي أشرقت بنوره الظلم اللهم صلى على سيدنا محمد المبعوث رحمة لجميع الأمم اللهم صلى على سيدنا محمد الذي لا تنتهك في مجالسه الحرم اللهم صلى على سيدنا محمد الذي كان إذا مشى تضله الغمامة حيث ما يمم اللهم صل على سيدنا محمد الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وأمر أن يصلى عليه ويسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لنا طريقا لقربه وتأكيدا لحبه وبابا لجمعنا عليه وهدية مقبولة بين أديه أسلم لهم كذلك أبدا وارضعا آله وصحبه السعداء واكسنا حلل الرضا والطف بنا بلطفك في القضاء وبعد فإذا كانت عين الحقيقة ترى أن الله واحد في منته فالشريعة تقتضي أنه لا بد من شكر خليقته فالشكر موصول إلى السادة المشاهدين آبائي وأمهاتي وإخوتي وأخواتي وأبنائي مرورا بفضيلة الشيخ محمود الأبيدي الإعلامي الأمعي الداعي إلى الله على بصيرة هو ومن يتبعه بفضله تبارك وتعالى على المنابر الأرضية والمنابر الفضائية فالشكر له موصول على أن أتاح لنا هذه الفرصة لكي نتحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرورا بفضيلة إمامنا وشيخنا الشيخ يسر عزام وابننا الصغير الكبير عبد الرازق الشهاوي أدام الله عليه رزقه ورزقه من واسع وأدام عليه الصحة والعافية في الحقيقة عندما نختم أيام العيد بمحبته صلى الله عليه وسلم في هذا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم منبع الأعياد يا عيد ميلاد النبي الهادي العيد أنت لسائر الأعياد سطع الهدى لما سطعت على الوراء والبشر عم حواضرا وبوادي فبعثته صلى الله عليه وسلم وميلاده صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة العيد لسائر الأعياد ولولاهما كان هناك عيد يسمى بعيد الفطر ولا عيد يسمى بعيد الأطحى ومحبته صلى الله عليه وسلم متممة للإيمان به صلى الله عليه وسلم وقد تبينت أقوال العلماء في معنى محبته صلى الله عليه وسلم ولكن المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب والشوق إليه في حضرته وغيبته وعندما ننظر إلى المحبة من خلال هذا التعريف نرى أن المحبة عمل من أعمال القلب وليست أبدا عملا من أعمال الجوارح فبدايتها في القلب ثم تترشح أنوارها وتظهر آثارها على الجوارح والقلب هذا كما قال عنه العلماء بيت الرب وكما قال عنه سيد العلماء سيدنا العز بن عبد السلام رضي الله عنه عندما عبر بهذه الكلمات الرائقة الرائعة لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبني صورة آدم من زمان تقادم ابتناها على صورة المدينة وأتقن فيها من المباني ما يدل على قدرة الباني وحرك فيها مثالث ومثاني يشيران إلى أنه واحد ليس له ثاني ثم نصب وسط هذه المدينة قصر المملكة وبث حوله أشراك المهلكة وسمى هذا القصر بالقلب إذ هو بيت الرب وجعل مدار هذه المدينة عليه ومرجع الكل إليه بإشارة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ثب وضع في هذا القصر صرير العز والسلطان وأجلس عليه ملكا يقال له الإيمان وجعل الجوارح في خدمته كالغلمان فقالت العينان نحن الجاسوسان نحن الحارستان وقالت الأذنان ونحن الجاسوسان وقالت اليدان ونحن الكاسبتان وقالت القدمان ونحن الساعيتان وقال الملكان ونحن الشاهدان وقال صاحب الديوان وكما تدين تدان فكما أن هذه المحبة تنبع أولا من القلب ثم يترشح أثرها وتظهر أنوارها على الجوارح فإذا تمكنت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عبد أشرقت عليه أنواره قلب تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه نسأل المولى تبارك وتعالى أن يحققنا بكل هذه المعاني الرائقة الفائقة إنه ولي ذلك والقدر عليه أحسنت تبارك الله فيك يا صيدنا الدكتور يعني كلام في غاية الروعة وفي غاية الأهمية وفي غاية التألق أن نذكره في رابع أيام عيد الأرحى المبارك لنذكر كل المسلمين في شتى بقاع الأرض بمحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذكت ترقت إلى تعريف المحبة بشكل تأصيلي رائع ومبسط وسهل أسأل الله تبارك وتعالى أن يبرك في علمك وفي عملك وفي أدبك وفي أخلاقك ربنا سبحانه وتعالى يزيدك خلق وعلم وتواضع سيدنا فضلت الشيخ يسري عزام يعني يمكن في هذا المجلس المحمدي الرشيد الجميل الرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ينزل علينا فيه الأنوار والنفحات والبركات أكيد تحدث القرآن والسنة النبوية المطهرة عن محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربنا تبارك وتعالى إليها دعوة مباشرة لأن يعني رجل كسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يجعل اسمه يذكر كل يوم في الأذان خمس مرات في اليوم والليلة فلا يقول مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلا ويشهد أن محمد رسول الله بهذه القيمة والقامة ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محمده كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع آلائه ونعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما لا نعلم وهو العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله علمه ربه كل علم يعلم فقال له في القرآن وعلمك ما لم تكن تعلم فاللهم صل وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المعلم وعلى آله وصحبه وسلم عدد من صلى وسلم وكما تحب يا مولانا أن يصلى عليه ويسلم أما بعد بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلتك فضيلة الشيخ محمود الأبيدي الأخ العزيز والصديق الوفي على هذه الفرصة المباركة لنقدم التهنئة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين أن يعيد الله علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وأن يجمعنا الله سبحانه وتعالى وجميع المشاهدين في مثل هذه الأيام المباركة في هذه الأماكن المباركة في أرض الحجاز وعلى صعيد عرفات وأن نكون من الملبين في الأعوام القادمة إنه ولي ذلك والقادر علي وكما تفضل أخي وحبيبي فضيلة الدكتور هشام بذكر تعريفات المحبة وتكلم أنه ميلان القلب للمحبوب أريد أن أضيف شيء بسيط سبحان الله العظيم هناك فارق بين عبد الأجرة والعبد المحب عبد الأجرة يعمل عند الإنسان بأجرة مقابل مال إذا أخذ الأجرة انصرف عن الباب والعبد المحب لا ينصرف عن الباب بل يظل يقرع الباب لأنه محب كلام هذا كبير أوه يا مولان هذا كلام الإمام بن القيم عليه رحمة الله كلام هذا كلام كبير أوي نعم يعني عبد الأجرة ينصرف إذا أخذ الأجرة أما العبد المحب يظل يقرع الباب على من أحب نعم الله يظل يقرع الباب ويداوم وصل الجناب نعم الله لأن محبته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبب في نجاة العبد في الدنيا والآخرة لذلك لما نتعرض للقرآن الكريم ولأيات القرآن الكريم نجد أن الله جل وعلا ذكر في غير موضع وتحدث عن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية المباركة في صورة التوبة قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقي الله إذن مولانا جل وعلا يطلب منا في القرآن الكريم أن تكون محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى عندنا من كل محبة لا أشوف حضرتك كمان قيمة التكريم والتشريف لشخص سيدنا رسول الله صلى الله وجناب حضرته حينما تذكر محبته مقرونة بمحبة الباري سبحانه وتعالى فحضرتك في الآية الكريمة أحب إليكم من الله ورسوله يعني وكأن الله سبحانه وتعالى كرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من أحبه أو من أحب الله أحب سيدنا رسول الله بل هناك يا فضلت الشيخ محمود ما هو أكثر من ذلك عندما أسأل إنسان وأقول له هل أنت تحب الله يقول لي نعم أقول له لا بل الله سبحانه وتعالى أحبك أولا هل أنت تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لي نعم أقول لا بل أحبك الحبيب أولا لو لا نظرات نبوية وإشراقات نورانية ونفحات مصطفوية من قلب خير البرية لأمة خير البرية ما أحببناه نعم فأحببناه صلى الله عليه وسلم بحبه لنا نعم اسمع إلى القرآن مولانا جل وعلا يقول يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه هل يحصل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه سبق لهم الحب من الله أولا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لذلك نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صحيح سيدنا الإمام بن حجر في شرح هذا الحديث وهو موجود في صحيح البخاري يقول بإن سيدنا رسول الله قال حتى أكون أحب إليه من والده وولده لماذا قدم الوالد على الولد قال لأن كل الناس جميعنا له والد ولا يشترط أن يكون له ولد فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أولى عندنا من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا بل قال سيدنا عمر بن العاص وقال سيدنا علي بن أبي طالب وأولى من الماء البارد على الضمأ الله لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه المحبوب المحب نعم والمعشوق العاشق والمطلوب الطالب سيدنا عمر سيدنا عمر جالس مع سيدنا النبي صلى الله فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبي فسيدنا عمر صريح قال له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال له سيدنا النبي قال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك قال والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر قال السيدنا عبد الله بن عمر بقول له يا أبتي يعني لماذا قلت هذا لرسول الله قال يا عبد الله تذكرت يوم القيامة أيهما أنفع لي حبي لنفسي أم حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كما قال أستاذنا وشيخنا سيدنا الشيخ الخطيب والله ليس بمؤمن من لم يكن يهواك فوق النفس والأولاد أدباء الكلامه والله ليس بمؤمن من لم يكن يهواك فوق النفس والأولاد ويكون ما يهواه تابع شرعة لك سنها الرب الكريم الهادي والله لو أن الأنام تجمعوا من مبدأ الدنيا ليوم معادي والجن والأملاك بعض معينة يبغون مدح صنيعة الجوادي ونظمنا من زهر النجوم قصيدة لم تلف إلا دون قدر الهادي صلى الله عليه وسلم وكما قال ابن الفارض كاملت محاسنه صحيح وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يصفي يعني يا مولانا أزعم أن هذه الحلقة تتنزل فيها الآن أنوار ملائكية ذكرا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاخد من حداك ترف الخيط اللي وقفت عنده ده وانتقل لأخونا وصديقنا الأستاذ الدكتور هشام السعداني وننتقل إلى عالم الصحابة سيدنا الشيخ يوسري دلوقتي ذكر لنا نموذج من عالم الصحابة ومن مجتمع الصحابة ذلكم المجتمع الطاهر الراقي الذي تمكن حبه أحمد فيه فذكر نموذج سيدنا عمر حضرتك حدثني عن هذا المجتمع بدءا من سيدنا أبو بكر ومرورا بأصغر صبي سيدنا علي ومرورا بكل مجتمع الصحابة كيف كانت محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرتك ضرب لنا الشيخ نموذج على ذلك ضرب لنا نمازج أخرى من هذا المجتمع الراقي وكيف أحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أنا كنت أعددت بعد المقدمة أن أستأذن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ذاته الشريفة والتعبير عن خصائصه المنيفة لأن من أذن له في التعبير صرت في مسامع الخلق عبارته وجلية إشارته فليأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن محباته وليس الشأن أن تكون محبا إنما الشأن أن تكون محبوبا ليس الشأن أن تكون طالبا إنما الشأن أن تكون مطلوبا ولذلك كان من دعاء الصالحين اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغط فالحسنة لا تنفع مع البغض منك والسيئة لا تضر مع الحب منك وقد أخفيت الأمر علينا لنرجو ونخاف فآمن خوفنا ولا تخيب فيك رجاءنا المحبة كلام ده كلام مش عايز أقول كلام بقى كبير لأنه كلام أكبر من الكبير نعم هو كلام سيدي أبي الحسن الشاذ تعرف حضرتك استئزانا استكمالا لكلام حضرتك لما جات لنا تأشرة الحج فقالوا لنا أننا سنذهب أولا إلى مدينة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعمل فرح في قلبي وقلت في نفسي الحمد لله الذي أذن لنا أن نستأزن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول مكة المكررة فهو من فضل الله على أي إنسان أن يبدأ مناسك الحج أو العمرة من مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدوبا واستئزانا من مقام حضرته الشريف ومن مكانه العظيم في أن يستأزن في دخول هذه الأماكن المقدسة والطاهرة المطهرة لحبها أو حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا البلد الحرام نعم وتتميما للفائدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت عليه قبل البعثة إلا وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله فالكل يعرفه يعني سيدنا شيخ يسري تكلم عن نموذج من نمازج محبة الصحابة صحيح الذين عاشوا في زمن الطهر الزمن الذي كان يشم فيه للمعصية رائحة خبيثة أذكر نموذج آخر وهو نموذج حب الجماد لسيدنا رسول الله صلى الله وسلم والشوق إليه والحنين إليه هذا البعير الذي عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وضع رأسه في حجره وشكله أن صاحبه يدئبه في العمل ويقلل من علفه وطعامه هذا الجزع الذي حنى لسيدنا رسول الله صلى الله وسلم يعني وكان شيخنا أحمد عبد السلام رضي الله عنه وحفظه الله عندما تكلم في هذا الموضوع قلت له هذا الجزع كان يريد مكافأة نهاية الخدمة الله فحظي بها أنجع له في الجنة معه في الجنة نعم حظي بمكافأة الخدمة أنجع له في الجنة وقد نظم شيخنا الخطيب رضي الله عنه هذه القصة في أبيات من الشعر قصة البعير وقصة الجزع أشكى البعير أي أزال شكايته وقد شكى من ربه أي من صاحبه والجزع حن له حنين ودادي أبدى تولهه إلى أن ضمه متضمنا غرسا بدار جوادي ما بالنا حن الجماد لبعده أفلا نحن له حنين جمادي وكان سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه عندما يحدث بهذا الحديث يبكي كثيرا ويقول خشبة تحن إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحق لنا أن نحن إليه وأن نشتاق لرؤيته فاللهم كما جعلتنا نتكلم عن محبته صلى الله عليه وسلم فلا تحرمنا رؤيته ولا تحرمنا شفاعته ولا تحرمنا معيته ولا تحرمنا أنواره ولا تحرمنا أسراره نحن والمشاهدين أجمعين وكل من حضرنا في هذا السوديو إنه ولي ذلك والقادر عليه هناك نمازج أخرى المحبة لها سر عظيم يفوق سر السيف هذا الشاعر هذا الشاعر قيس عندما كان يمشي في الصحراء يوما بعض الأدباء ذكر هذه القصة قال رأى المجنون بالصحراء كلبا فحرق لهم من الإحسان ذيلة فلاموه على ما كان منه وقالوا أنلت من الكلب نيلة فقال دعوا الملامة عني فإني رأيته يوما بحي ليلة فهذه المحبة الذي جعلت قيس يحن ويهيم لكلب رآه في حي ليلة فما بالك بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال بعضهم إذا كان أهل الكهف قد شرف كلبهم فما بالكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالمحبة لها أثر عظيم وهي نابعة من القلب كما قلنا في المقدمة ثم يظهر أثرها وتظهر أنوارها في الكون كله من جوارح صاحبها جعلنا الله منهم بفضله وكرمه يعني أشهد الله أنكم حرقتوا من نبضات القلب وأعماق الوجدان وسواكن الضمير بالشوق إلى رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باركة فيهم وفي علمهم قبل ما نطلع فاصل إحنا هيفرقنا الشيخ عبد الرازق الشهاوي في الفاصل فإحنا عايزين نقدم له خالص الشكر والتقدير وقفر التحية والاحترام ونهن نقو بالعيد كل سنة ونت طيب يا شيخ عبد الرازق ونشكر جزيلا الشكر على تشريفك لنا وكل عام أنت ومن تحب وشيخك وولدك ووالدك ووالدتك بكل الخير كل سنة طيب شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني لنستقم البقية الحلقة في الحديث عن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعونا بعد الفاصل أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم عدنا لك تاني بعد الفاصل ومعنا وجه جديد بنستضيف النهارنا معنا في الحلقة الختمية من ملتقى العيد ألا وهو الشيخ القارئ والمبتهل الشيخ محمد سمير الشهاوي أحد أعلام مدينة المحلة الكبرى في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية ومدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا مولانا الشيخ محمد شرفتنا ونورتنا كل سنة حرق طيب أعزائنا المشاهدين كنا نتحدث قبل الفاصل عن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطوف أشياخنا في هذا البستان الماتع ويعلم الله لو لا التماسك لم فرطت الأعين بالبكاء من أجل محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يمنع علينا وعلى كل مشتاق برؤية حضراته وجنابه صلى الله عليه وسلم في المنام قبل الممات إنه لي ذلك القدر عليك فلشيخ يوسري وكنت قد تحدثت معنا عن جوانب ذكر محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة وضربت لنا أنموذجا رائعا وهو محبة سيدنا عمر رضي الله عنه عايز حضرتك تكلمنا عن أثر المحبة هل لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر في حياتنا ونحن أحياء أو أثر في حياتنا بعد الممات وما هو أثر المحبة عموما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب وجدان المحبين بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن ولاه أما بعده أثر محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدها الإنسان في حياته وعند موته وبعد موته نعم يجدها في حياته من كثرة شوقه وحنينه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل المحب أنه دائما وأبدا ما يتمنى لقاء الحبيب أنا أسأل الآن أوجه سؤال للسادة المشاهدين الآن الذين يشاهدونني الآن من منكم مرت عليه ليالي وهو يبكي شوقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وصلت إلى هذه الحال فأنت وصلت إلى درجة عالية من حب الحبيب وصل إليها صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما نسمع كده عن سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر الصديق كان يمرض لمرض سيدنا رسول الله ويشفى لشفاء سيدنا رسول الله في مرة من المرات قالوا له أن سيدنا النبي مريض فذهب لعيادة سيدنا رسول الله فمرض لمرضه وظل في البيت مريض يعاد يعوده الصحابة من كثرة الحب بنعم فلما شفى الله حبيبه المصطفى جاء لعيادة سيدنا الصديق في بيته ما أن رآه الصديق إلا وتهلل وجهه وشفي من مرضه لذلك يقول أحد الشعراء ربما نسبت إلى إمامنا الشافعي مرض الحبيب فعدته فمرضت من حزني عليه شفي الحبيب فعادني فشفيت من نظري إليه الله 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 حتى إن أحد العلماء كان يقول إن أنثى السلحفاء تغذي أولادها بالنظر يا سلام لو نظر النبي إلى أرض قلبك لخضر القلب بإذن الله إلى أرض قلبك لخضر القلب بإذن الله أثر كبير جداً مجرد نظرة يا سلام من نظرات سيدنا رسوله يتحول القلب من حال إلى حال شوف حضرتك سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة إيه اللي حصل مع سيدنا بلال زوجته بتبكي بتقول وحزناه ومصيبة بتالها لا لا تقولي وحزناه ما لأقول إيه الله أقولي وفرحتاه يا سلام وطرباه غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبه يا سلام يعني حتى بيتأثر بس بالأحوال نعم أحوال المحبوب يعني مجرد ما حس إنه بكرة كده جاي حيشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فخلاص عايز يتغنى بهذا الأمر للناس ويفرح ويظهر فرحته للناس وهذا ما حصل مع سيدنا عثمان قبل قتل مقتله بيوم رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم في المنان فقال يا عثمان إذا أصبحت فأصبح صائما لأن الإفطر يكون عندنا في الجنة وبالفعل وحصل مع سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه الإفطر يكون عندنا في الجنة نعم واحد من الصحابة جاء لسيدنا النبي يا رسول الله كشف يا مولانا الكشف نعم وصلوا لدرجة عالية مكشفة صحيح نعم إن صفى القلب لله نعم تلقى عن الله علوما وأنوارا وأسرارا وحكما وفيوضات لا تدرك إلا بالله بس ما يعرفهش إلا المحب نعم ده منزل عالية ودرجة عالية صحيح درجة عالية جدا صحيح واحد من الصحابة جاء لسيدنا رسوله قال له يا رسول الله إني أحبك صلى الله وأذكرك فآتي إلى مجلسك وأجلس بين يديك وفي يوم القيامة أين أكون منك يا رسول الله صلى الله عليه قال له إيه سيدنا النبي قال له أنت مع من أحببت اللهم صلى عليه بتحب سيدنا النبي هتكون مع سيدنا النبي إحنا مش هنكون مع سيدنا النبي بأعمالنا صحيح سيدنا النبي قال لا ينجي أحد منكم عمله قال له ولا أنت يا رسول الله الصحاب قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته صحيح لولا فضل الله علينا ولولا رحمة الله بنا ما جاورناه صلى الله عليه وسلم تكفايا كده حضرتك يوم القيامة لما الناس في الموقف العظيم ترى الناس سكارا وماهم بسكارا يلجمهم العرق إلجاما والناس بتجري رحة فيين رحة على حط سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حط سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشربون من كف الحبيب تخيل كده إن سيدنا النبي واقف على الحوض هذا الحوض ماءه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وجهه أضوأ من القمر وجبينه صلى الله عليه وسلم يتلألأ نورا والنور يصطع من ثناياه ويتلألأ في ثناياه صلى الله عليه وسلم حبيب الله أهواه رجاء القلب لقياه يشع النور من ثناياه ويبدو الحسن في محياه إله الكون علاه وفوق علاه أرقاه فسل مولاك لقياه وقبل الموت رؤياه الله 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 نعمة عظيمة إننا كده لم أجي عند الاحتضار عند الموت أشعر إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا قدم عليه صحيح أنا بعد ما موت هكون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المرء المرء مع من أحب صحيح قال له يا سيدنا النبي عايز أكون معك في الجنة قال له أعني على نفسك بكثرة السجود نعم في أناس يا فضلتي الشيخ محمود يبكون طوال الليل لرؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيذوق الألم والمرار لأنه غاب عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم صحيح لإني دي نعمة عظيمة نعمة عظيمة إن ربنا يهيئ الإنسان ويؤهل الإنسان في حياته أن تجتمع روحه بروح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا الشيخ محمد علو الملك رضي الله عنه ورحمه الله كتب كتاب في ذلك وكتب في بعض كتبه روحانية المصطفى صحيح قال لك بكثرة الحب روح الإنسان ترتقي فإن ارتقت هذه الروح التقت بروح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم المنام هذا في الدنيا ويكون في يوم القيامة معه وفي صحبته وفي معيته صلى الله عليه وسلم لذلك سيدنا بولي سيد البسطامي لما يتكلم عن المحبة يقولي إن لله تعالى شرابا ادخره في كنوز ربوبيته ليسقيه أحبابه في منابر محبته فإذا شربوا طربوا الله فإذا طربوا طاشوا الله فإذا طاشوا عاشوا الله فإذا عاشوا طاروا تمام فإذا طاروا وصلوا فإذا وصلوا اتصلوا فهم في مقعد صدق عند مليك المقتدر الرحمن يا السلام ربنا جعلنا منه طب يا مولانا تعالى كده أن يخلي الناس تطرب بمدح وحب سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونستمع إلى هذا الصوت الجميل للشاب القادم بإذن الله تبارك وتعالى في القرآن قراءة القرآن والابتهالات الدينية الشيخ محمد سمير الشهاوي سمعنا كده حاجة يعني تجعل هذا المجلس مجلس طرب في حب سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم علشان احنا بنحتفل مع الناس بالعيد فعيد على الناس كده بصوتك الجميل فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصدون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَدِّمُوا تَسْلِيمًا صدق الله العظيم يا عيد ميلاد النبي الهادي العيد أنت لسائر الأعياد صدع الهدى لما صطعت على الورى والبشر عم حواضرا وبوادي سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أَدِمِ الصَّلَاةَ عَلَى الحَبِيبِ مُحَمَّدِ فَقَبُولُوا حَتْمٌ بِدُونِ تَرَدُّدِي أَعْمَالُنَا بَيْنَ الْقَبُولِ وَرَدِهَا إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِي مُحَمَّدِي أَعْمَالُنَا بَيْنَ الْقَبُولِ وَرَدِهَا إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِي مُحَمَّدِي فَقَبُولُوا حَتْمًا بِدُونِ تَرَدُّدِي جَسَدٌ تَمَكَنَ حُبُ أَحْمَدًا فِيهِ تَاللَّهِ إِنَّ النَّارَ لَا تَكُوِيهِ جَسَدٌ تَمَكَنَ حُبُ أَحْمَدًا فِيهِ تَاللَّهِ إِنَّ النَّارَ لَا تُبَلِيهِ وَكَيْفَ يُفَلِيهِ التُرَابِ وَحُبُهُ فِي قَلْبِي وَمَدِيْحُهُ فِي فِيهِ سِدْنَ النَّبِيِّ صَلُّوا عَلِيهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلِيهِ وَيَنَالُ الْبَرَكَةِ كلُّ مَنْ صَلَّى عَلِيهِ صَلِّهُ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى حَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَدْبَاعِهِ وَأَحْبَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَدَرْبِهِ وَعَلَيْنَا مَعُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَمُدِّينَ أحسنت يا شيخ محمد فتح الله لك وزارك الله قبولا ونورا وأنار الله قلبك بحب سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أستاذنا الدكتور هشام المجلس أنا صراحة مش عايزه ينتهي والله صدق مش عايز المجلس ينتهي ومش عايز اليوم يخلص للكلام عن الحكم لكن حضرتك عايز أعرف ما هي علامات الحب يعني إزاي الواحد يعرف أنه أصبح من المحبين يا رب صلى على النبي مسلم وأمدنا من نوره يا نور يا رب صلى على النبي مسلم واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا كان من مناجات سيدي ذنون المصري رضي الله عنه إلهي ليس العجب من حب لك وأنت الرب القدير إنما العجب من حبك لي وأنا العبد الفقير وهكذا يقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي ليس العجب من شوق إليك وأنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العجب من شوقك لرؤيتنا ونحن من أمتك يا سيدنا يا رسول الله منى نفسي أيا خير الأنام أراك بيقظتي مثل المنام فسل مولاك يا نور الظلام يؤهلني لشامخ ذا المقام من علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن تشتاق لرؤيته أن تشتاق لأن يجمع الله بينك وبينه يقظة أو مناما وددت لو أنني يقظان يوما أراك كما رأيت علاك يوما فسل مولاك يذهب عني غيما ليحصل ذلك الشرف العظيم ومن تمام محبته صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في الأقوال والأفعال وأعظم من نتحدث عنه في هذا ابن عمر رضي الله عنه يخبر نافع مولاه قائلا عن ابن عمر رضي الله عنهما لو تتبعت ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت إنه مجنون كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سائرا مع أصحابه وفجأة وقف والتفت وكان المقام لا يستدعي أن يقف ولا أن يلتفت فلما سئل عن ذلك قال ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف هاهنا والتفت فوقفت والتفت علامات كثيرة منها أن تكثر من ذكره الشريف لأن من أحب شخصا أكثر من ذكره وأفضل الذكر الذي تذكر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه كثيرا من قارب فراغ عمره من بيض نظره أو بيض شعره وانحنى ظهره وخارت قواه وأراد أن يتدارك ما فاته من فعل الطاعات فليكثر من الذكر والصلوات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة ولو وزنت صلاة واحدة قبلت منك وصلى بها عليك مولانا تبارك وتعالى لفاقت كل خير فعلته لأنك تصلي عليه بمقتدى بشريتك ومولانا يصلي عليه بمقتدى ربوبيته وشتان ما بين البشرية وبين الربوبية فالعبد عب والرب رب وهناك فارق بين المخلوق والخالق وكل ما خطر ببالك فالله تبارك وتعالى بخلاف ذلك نسأل المولى تبارك وتعالى أن يحققنا بحقيقة بحبته صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحسنت أحسنت يعني لازلت أكرر أقسم بالله أنني أود أن لا ينتهي هذا المجلس لكنه بساط الوقت ينسحب دائما بسرعة في الأوقات الجميلة أتحسس هذه الحلقة وكأنها مرت في ثواني معدودات في ختام هذه الحلقة عايز رسالة من حضرتك كده في دقيقتين كل واحد يوجه رسالة يوجه رسالة المين ويقوله إيه الشيخ محمد سمير رسالتك توجهها المين أوجه أقول لابويا ومي أخواتي نعم وأساتذتي ومشايخي نعم كل عام وأنتم بخير نعم أحسن بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل سنة طيبة مولانا طيبة مولانا فضلت الشيخ يوسر عزام أقول لجميع المشاهدين أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب آل بيت رسول الله وأعلموا أنه ليس يأتي القلب هم للذي يعشق محمد صلى الله عليه وسلم أوجه رسالتي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له سيدي يا رسول الله أبدى مقامك أن ربك سيدي صلى عليك وأكرم الأجناد وبها مع التسليم قد أمر الأولى سبقت لهم منه يد الإسعاد ونعدت بالخلق العظيم بذكره وبعمرك الغالي تألى الهادي وبعثت تكملة المكارم كلها وطهارة للأرض من إفسادي أنت الرؤوف بنا وأنت رحيمنا وسراجنا قمر العلاء البادي إن الذين يبايعونك إنما قد بايع المولى بلا ترداد ما من كتاب منزل إلا به بشر الوجود بأحمد الحماد ما من كتاب منزل إلا به بشر الوجود بأحمد الحماد صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله يا رب صل على طه وشيعته مسلما وأنلنا منك رضوانا واجعل خواتمنا خيرا وكلمتنا عند الممات بك اللهم إيمانا إله الخلق ألهمني صوابي وكلي في الحياة وفي المآبي وصل بيني وبين النور طاها وهيئني لأسرار الكتاب وخذ بيدي لما يرضيك عني وقو عزيمتي وأزي الحجاب وسد منافذ الشيطان مني ويوم العرض لقني جوابي أدام الله عليكم الصحة والعافية وكل عام أنتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا عالم السر منا لا تكشف الستر عننا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا نختم هذه الحلقة في ختام أيام العيد بالتكبير مكبرين مهللين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا أعزائنا المشاهدين في ختام هذه الحلقة الرائعة والتي تعتبر من أعز وأجمل الحلقات في حياتي أتقدم بخالص شكر والتقدير ووافر التحية والاحترام إلى معالي وفضيلة الأستاذ الدكتور هشام السعداني أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر شكرا جزيلا الدكتور كما أتقدم بخالص شكر والتقدير لشيخي وأستاذي وحبيبي فضيلة الشيخ الجليل يسري عزام من شباب الدعوة الإسلامية ببوزارة الأوقاف المصرية شكرا جزيلا مولانا كما أتقدم بخالص شكر والتقدير إلى الشيخ محمد سمير الشهاوي قارئ القرآن والمبتهل الديني وإن شاء الله قريبا بالإزاع والتلفزيون شكرا جزيلا مولانا ولا أنسى أن أتقدم بخالص شكر والتقدير للشيخ الصغير السن الكبير المقام الذي كان معنا في بادئ الحلقة فضيلة الشيخ الجليل عبد الرازق أشرف الشهاوي وأتقدم بخالص شكر والتقدير لحضراتكم جميعا كل عام أنتم الخير عيدكم سعيد أيامكم مباركة أسأل الله تبارك وتعالى أن يمنع على مصر بالأمن والأمان وإذا أردت أن تترك في الناس علامة فقابلهم وعلى وجهك ابتسامة ها هو محمود الأبي يحييكم من ملتقى العيد دومتم في رعاية الله وأمنه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ترجمة نانسي قنقر